الى سعد حافظ ستبقى حياتك بطولها وعرضها حاقت مريض لن تنجح لانك فاشل حربك وكلامك سيزيدني اسرار ونجاح اما عن التحليل فانصحك ان تبقى تبقى فيه طول حياتك تتبع الاخرين وتحلل وهكذا عرس على قاسي انا شوف بيها كلام طبيعي سعد حافظ صديقي صديقي وقريب علي يا ابو مصطفى يعني صديقي صديقك وهي كمهازم لا لا انا 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 اتكلم باقسى من هذه اتصل بي وتصل بي ونتكلم كم مرة انا اتصل بي هو يتصل بي اذا عند مثلا اعتب علي وانا اعتب علي واتكلم انت سمعت سمعت الاستوديو التحليل وشفت له بلغوك لا شفت التحليل انا دزيته على الموبايل علي برقم شخصي برقمي انا انا ما دزك رسالة مرة دزيت لك هيتي لا لا ما اتقبلها مهما كانت العلاق شنو بيه حاقت مريض فاشل هذا كلام طبيعي بين الاصدقاء وهذا مو تجاوز لفظي خارج عن الذوق او خارج عن السياق الحام وهذا هذا تناول طبيع بين الاصدقاء والله ذا اريد اجام لك اقول لك طبيعي بس هذا الرسالة انت لجا مني ولا اخذ رأيك ليش انت متعرف اوكي انت متعرف علاقتي بساعة حافظ انت رأيي للمشاهد اذا انت متلت رأيي للمشاهد انت الان هذه الرسالة قاسية يا حبيبي انت الان في موقف الحياة ليش انت متعرف علاقتي بساعة حافظ الحاقة قوية والله علاقة قوية ما ينشرها ويعطيه انت مون هو قد يسكون استعجل العلم انه مش الرقمي بيه هو استعجل لذلك انا لغيت هالرقم لا هو الرقم بعده الان الاف الرسالة وصلني كلها طلب صداقة واصدقاء وانه برطني بعد ما انا من ليه عبال الالاف الرسالة تنتقدك على الرسالة لا 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 ليش تنتقدني احنا اصدقاء ونتكلم بكل اريحية وبكل ويد هو يبقى صديقي يا ابو مصطفى ويبقى حلاقتي بمتينة وقوية خلي نشوف شنه رد هو ايضا بنفس المنشور اللي بنفس الرسالة هذا رد الكابتن سعد حافظ يقول لي اكثر من 13 سنة في التحليل الفني والله احلل بما يرضي الله وضميري واترك لكل منصف هذه الرسالة التي وصلتني مباشرة بعد مباراة نفط ميسان والطلبة اليوم من قبل الكابتن علي هادي مدرب الطلب يا اتمنى للتوفيق ان شاء الله بمجال التحليل واتمنى للتوفيق في مجال التدريب التحليل بعد المباراة كان ثلاث دقائق فقط وتمنى للتوفيق ايضا بالتدريب ووضع يعني دقيقة لساعة حافظ ودقيقة لسامي بحت واثنين هم حتشوا نفس المعلومة هي فقط على التبديل الخطأي يا مسلا مو يعني بها الحلقة بمباراة نفط مباراة ها يعني بيها هو بيكون مبارايات سابقة يعني قصة مثلا بالتحليل يعني كبراءات سابقة وانا اتكلمت يعني حتى اتكلمت وهي شقيقة صديق يعني حافظ يبقطر صديقك وايضا نزل منشور قاسي عليه 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 غلط غلط اتجاهي طبعا هذا المنشور قاسي والمنشور شور اخو قارنا بالرسالة موالتي ايضا كان قاسي ما الاتحاد لا مال علي حافظ هو بتفعل اخوه من حقه بس انا هو لازم يعرف ان علاقته باخوه اقوى منه هو ايضا صديقي وانا اعتقد هذا الموضوع اذا حتى انا راح اسد الموضوع لا هذا الموضوع اكو ناس تعزف على وتر معين يعني اكو ناس كتبت منشورات يا مال ادخل بالموضوع انتو جات الطيب يعني على سبيل المثال على ساعة المزال اخويا وعزيزي سيد طاه برغيف اي صديقي جدا صديقي واخويا وحبه كتب منشور مدحن بساعة حافظ مدحن ونقول على على جهدي صاه برغيف تعارك وي حيدر زكي تعارك وي محمد ايجي تعارك وي نص العراق ما فيديهم كتبتاني يا طاه اعتذر خصوصياتك اخويا انتشي لك شغلة بالاخرين انا ادخل بخصوصيتك يا طاه مثلا انت وناكل مشرب ويتم مدام طلعت لوسائل الاعلام ما تعتبر شخصية المرء ملك ونفسي حتى يعرف بس اكمل لك هذه هي فيديو اباحي هي هي رسالة شنو بيها فشل وبيها كده ومريض عزيزي الفشل تجاوز سب شتم الساسين علي حسين من قاعد في برنامج وتكلم عنه يا دبنيان وتكلم عنه شو ما احد اول الموضوع تقبل واحد يقول عليك فاشل اذا صديقي ويريدين تقدم يتكلم عنه ياه وبالسر نتكلم كثير من الامور يا عزيزي هو بنفس الموضوع يعني للامان انت تقول لاني تابعة التحليل بين الشوطين متحوا كثيرا بالاداة والاسلوب للطلبة شفته اللي الموضوع ما مقترن بالمباراة تاني جا قل لك التدقول سابق يعني في يعني هو عنده عنده امور كثيرة بس هو يعني ما اعرف ابو مصطفى الظاهر الفترة معبئ ضدي ما اعرف يعني ما اعرف ليش مع العلم وصديقي ما اعرف ليش وحتى ابتعد الفترة الاخيرة ابتعد عني ما متواصلانيا ما اعرف قد يكون هناك شي معين واذا اذا اذا كانت هذه الرسالة تخدش نوعا ما من شخصية هذا الانسان انا بنسبة لي امتلك من اشتجاع ان اقول لهالكلمات اعتذر عنها والله وانت اخي وصديقي وانت اعرف انش بقلي يعني مو مقصدي انه جرحك انه